بعيدا عن اتحاد الكورة ويمكن النادي الاهلي بياخد نصيب الاسد الان الاهلوية حطين ايديهم على قلوبهم من بعد التعادل مع الجونة لهزيمة امام سموحة يمكن من قبل كمان الهزيمة امام الوداد في حالة من يعني الخوف شوية او القلق القلق خلانا اقول القلق عند جماهير النادي الاهلي يوم برهل حيانا كنت صريح جدا في مقدمتي وانا لا املك الا الصراحة يعني ما عنديش حاجة املكة الا الصراحة لكن هل ده معناه انه الاهلي فريوحش ابدا ابدا بالعكس لكن في احتياج الى التركيز احتياج الى الاهتمام بالكورة اكتر لانه دائما وابدا الكورة في النهاية بتصب في ملعب لعيبة في الملعب يعني وما دول احنا كنا لسه بنحييهم واخدين افراخر واخدين تلت عالم وعملين شغلانات جميلة هم هم يعني فحضرك عايز تحافظ على مكانتك في النادي الاهلي كاساسي اهل الانو سهلا مش عايز خلاص مش هتلاقي لك دور يعني معلوماتي المؤكدة انه الرجل ريكاردو سوارش لن يحسب عن هذا الموسم يعني الموسم ده مش هيحسبوه على حاجة لانه جاي على ضغط مباريات ما عندوش وقت اه هو عايز يزاكر كويس اوي مش يعني هو دخل على امتحان ما عندوش وقت يزاكر ما عندوش وقت بمعنى عندوش وقت يمكن هما دول خمس تيام خد النهاردة اجازة ورجعين التمرين بكرة فما فيش وقت خالص لدى الرجل للمذاكرة وعنده ثلاث ماتشات وراء بعض صعبة دول مفترق طرق بالنسبة للنادي الاهل كل ما تردد عن خصومات للعيب النادي الاهل وتنجميد مستحقات حتى اللحظة دي لا اساسة لها من الصحة لا اساسة لها من الصحة والاهل لما بيعمل كده يمكن بيبقى مداري يعني ما بيعلنش هذا الامر يعني لكن معلوماتي حتى وانا بكلمك لم يحدث اجتماع ما بين الكابتن سيد عبدالحافيز واللعيبة لم يحدث انه في حد مثلا كلمه كابتن التيم عشان يقول اللعيبة او لو عندهم جروب بيقول له معليه وحتى لو كده دي ما تتبعتش على الجروب يعني بقى فيه اجتماع لكنه مؤكد انه بكرة فيه اجتماع مع كابتن سيد عبدالحافيز مؤكد مؤكد انه فيه بكرة اجتماع مع كابتن سيد عبدالحافيز ومؤكد ان الفترة القادمة ستشهد انضباط اكبر واشد داخل كل ما يخص قطاع الكرة في النادي الاهلي يعني فيه الفترة اللي جاية فترة شوية هتبقى جديدة على اللعيبة بقى يعني انه هم بيثقوا جدا في اللعيبة لكن هيبقى فيه مش بقول عين حمرة لكنه فيه اجراءات حازمة لعودة الانضباط داخل الملعب هتقول يعني ايه انضباطي يعني الفرص اللي بتضيع مؤدامش انضباط داخل الملعب يعني انت بتضيع 45 ديئة من المباراة بدون داعي مؤدامش انضباط داخل الملعب تركيز الاهتمام لانه انت ما يعني ما شاء الله النهاردة الارقام بقت حلوة وبقت عالية جدا وبالتالي محتاج انك مقابل ده اللي النادي بيدهو لك انت تموت نفسك لحد ما تحوز على البطولات وتستعيد الانتصارات يعني النغمة السائدة وسط جامير النادي الاهلي الدوري ضعنا يعني طلع ليه يعني ده الوضع مع الجميع يعني الاهلي او الزمالك او بيراميز لا تستهين ببيراميز لانه بيراميز زعت فلا تستهين ببيراميز على اطلاق فهتكون فيه منافسة ثلاثية على بطولة الدوري هذا الموسم ومستمرة حتى النهاية يعني ايا كانت النتائج الفترة اللي جاية لانه كله حيلعب بعضه وكله حيخبط في بعضه وكله حيتكعبل مع بعضه فما فيش فيها يعني ما فيش حاجة محسومة خالص اليومين دول واللي يكسب ماتشين تلاتة اربعة واربعة الدنيا تبلو يعني لكن اوصل الاهلي هلعب مع فيوتشر وبيراميز وبعدين الزمالك يرجع يلعب مع فيوتشر وبيراميز وهم الاربعة فرسانة القمة مسموحة كسب الاهلي الجونة بيصارع تعادل مع النادي الاهلي البنك الاهلي تعادل ام بيكسب الزمالك طلع الجيش كسب الزمالك الاتحاد كسب بيراميز ميزة الدور العام هي مفجأاته المستمرة فما حدش قولك الدوري ضاع لا الاهلي قولك الدوري ضاع ولا الزمالك يقولك دوري ضاع ولا الزمالك يقولك انا خدت الدوري ولا الاهلي قولك ما تقلاش احنا اخذين الدوري لا 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 وبقولك تاني خلي بالك من بيراميز انا كنت قلتها زمان وبعدين رجعته قلت لأ وبعدين برجع قلتك آه تعالي دلوقتي لانه الاهل والزمالك ساعد بيرامس كتير جدا انه يبقى موجود في المنافسة حتى النهاية نتمنى يا رب اللي الجميع التوفيق يعني ان شاء الله